موسيقى من هذا العام استقرر بمحافظة الشرية ويمكن زي ما يقول كده خد الجنزية وتزوج في الشرية وربنا يبارك له في أولاده وحاليا من هذا التاريخ هو ممكن في محافظة الشرية يمكن هو كمان يعتبر أول قائد أركسترا بفرقة الفنون الشعبية بالشرية وهو حاليا قائد فرقة الموسيقى العربية بفرقة محمد عبدالوهاب بفرع ثقافة الشرية برحب بحضرتك يا فندم على اليوم السابع أهلا وسلم حابين نتعرف بحضرتك بعد قد بالسيد قائد فرقة محمد عبدالوهاب للموسيقى العربية بفرع ثقافة الشرية وبتعامل مع قصول الثقافة أو هيئة قصول الثقافة من أول مكانة مكانة مزارة للثقافة الجمهيرية تحت قيادة الأستاذ سعد الدين وهبة الله يرحمه من سنة 1969 وما زلت الحمد لله كم سنة حاليا كم سنة ربنا يديك السحر أنا أبتر من خمسين سنة بالوقت حضرتك سن العمر كم سنة؟ العمر أه ربنا يديك السحر أنا عندي الوقت يعني في يناير القادم أكمل أربعة وتمانين سنة إن شاء الله ما زلت حاليا قائد فرقة محمد عبدالوهاب للموسيقى في سور ثقافة الشرية أيوة كلمنا بحرك عن بداية تأسيسة فرقة الفنون الشعبية لما كان الدكتور فؤاد محيددين المحافظة للشنعية رأى أن يعمل في المحافظة فرقة فنون شعبية زي فرقة الفنون الشعبية بتاعة البحيرة اللي كان عملها وبيها أباط ذا كم سنة كم حضرتك؟ الكلام ده يعني بده في التفكير فيه في نهاية 68 وبداية 69 يعني ف اجتمع البكتور فؤاد بالناس اللي ممكن تنفذ من الجهاز التنفيذي في المدريات والثقافة وكده والمع الاجتماع بين الموسيقيين أسات الموسيقى الكبار أستاذ زيتي والأستاذ أحمد عبد العظيم والأستاذ حامد عبد العظيم والأستاذ محمد سعيد مجاهد أخواتي الكبار أنا قلت شبلي بالنسبة لهم في موضوع يعني للتجريس الموسيقى لكن هم اختروني أكون قائب لأركسترا فرقة الشجير الفنون الشعبية الوليد حينئذ يعني فبفضل الله ومعاونتهم كوننا أركسترا كبير للفرقة ودربنا الأركسترا وبعدين كان أول تبلوغ راقص عملته الفرقة كان بعد درب إسرائيل لمدرسة بحر البقر فسمناها في سنة 1974 أو آخرها كده كنا بنعمل حفلة بين فرقة الفنون الشعبية لوافد روسي اسمه المسؤول الروسي وفد الشباب وكان بيحضروا المرحوم خالد مقلب دين فقلت بشاب بيخبط على كدفيه وقال لي بعد ما تخلص لو سمعت عايزينك في الكفاتير يا برد بعد ما خلصنا رفقة الكفاتير ليت مجموعة من شباب الجامعة طلب كلية التجارة ومعهم مخرج الله يرحمه عمين عم تنطاوي وكان الأستاذ المنحن الكبير محمد أبيل عامل ألحان وكان هو بطن وبريد حتقدمه كلية التجارة الشاب اللي جينا دالي ده هو الأستاذ أحمد الرزاز اللي هو عده مجلس إدارة صالون حاليا صالون الزمن الجامل كان وقتها أمين اللجنة الفنية وكلية التجارة المهم ما عادنا اتفقنا قال لي عن حزين الأوركستر بتاعك له يشارك معانا في الأوبريد رحنا ولمتقيد بالأستاذ محمد أبيل ملاني ألحان الأوبريد وكان حوالي عشر أغاني كتبتهم أنا الموتة ووزعتهم وحفقت فرقة بتاعتي الألحان كلها وبقينا نعمل بروفات في درق كتب كانت على البحر الزمان على البحر الساب في درق كتب لغاية ما أخرجنا الأوبريد كان باسمي الأوبريد بقى كان اسمه أكتوبر يا شهر الحصاد الله وكان وقتها يعني أنا أذكر كان سنة 74 في 75 أو في نهاية 75 حنا عرضنا تعريبا في الفترة دي حضر العرض كان في العمدة أحمد أبازة وكان رجل مبتمي بالفنون قوي وكان جايب معه الأستاذ المرسي جميل عزيز الشاعر الشاعر العظيم ابن الشرعية حتى إن إحنا لما خلصنا ندالي وقال لي أنتم نزازين كنتوا آه من محافظة الشرعية افتكر إن جاي بنا من برا قال أنا كنت جاي مع العمدة على أساس قاعد عشر دقائل مجاملة لح لكني الأبريد والأنحان والأداء شديني لنهاية الأبريد وكان شهادة عظيمة يعني من هذا التاريخ وأنا صديق لهؤلاء الرجال اللي كانوا شباب طلاب لسه في جامعة الزعزي من هذا اليوم عملت كل حفلات جامعة الزعزي من بعدها لما تكونت بقى فيه إدارة لجامعة الزعزي وفيه إدارة شباب في لسه في بداية التكونات جولي يكلفوني بتدريب منتخب جامعة الزعزي عدت أنا خمسة وسبعين وستة وسبعين وسبعة وسبعين وثمانية وسبعين وقتها أنا سفرت بقى السعودية في عام ٧٨ كان من ضمن يعني أنا لا أذكر أسامي أوي لكن من نجوم هذه الفترة كانوا طلبة في الجامعة في الكليات المختلفة بقينا نعمل حفلات في كل عدة وفي كل كليات كان الأستاذ موسعد ردوان والأستاذ حرمي عبد الباهي وكانت بنتي اللي أنا كانت معايا في فرقة الفنون الشعبية مضربة الفرقة كانت الأستاذة فطنة رجم اللي اشتهرت بعد ذلك بفيروز مصر وكثير من الشباب يعني لا تساعد الزاكرة إن أقول أسميهم يعني ده لغاية سنة ٧٨ وأنا مدرب بقاء منتخب جمعة الزعزي وبعمل الألحان على مدار رحلة حضرتك الموسيقية يعني تقابلتوا التقدمين من المطربين مثلا الفنان عبد الحالي محافظ رحمة الله عليه وابن الشرعية هل كان فيه لقاء بين حضرتك وبينه؟ في فرقة الفنون الشعبية ولما كان الدكتور فؤاد محيد الدين لسه محافظ في الشرعية استضاف الفنان الكبير عبد الحالي محافظ لعلشان كانوا بيعملوا جمعة الزعزي بعزين تبرعات أو هكذا قيل يعني وقتها وحضر لنا الأستاذ عبد الحالي محارت لفرقة الفنون الشعبية وكنت أنا واقف في العفرة بتاعت الأوركسترة والأسات ذا الموسيقين قاعدين والنوة محدوطة والنوة بتاعتي أنا على الجميتر فما كنتش لسه دخلت على الفرقة وهو جيد قايم في أول صف قدامي على دكراي على طول وخاد النوة وأراها وسأل الزمل الموسيقين النوة دي بتاعت مين فقالوا له بتاعت فلان فلما جئت سلم علي وحياني أن العمل اللي هو أراه واللي شاته عمل يعني يثير احترامه وبعد ما خلصنا العرض أخذني في دراعه علشان نطلع على المسرح نتصور سوا مع الفرقة كلها وطبعا اتلمت الدنيا كلها واحنا تهنف في حكومة هودة كلها هو ده اللي قال الوحيد يعني بالفنان العصير ايه الحاجة اللي حضرتك عملتها مع فرقة الفنون الشعبية ومعتز بها قوي ومش قادر تنسيها هودة؟ والله كل الحاجات اللي أنا عملتها كانت كويسة في وقتها طبعا خلاص ايه لما ناز بعديا بهم وبعد ما أنا سافرت غيروا في الأرتام والألحان والمعرض لكن انا افتكر ان انا اول رأسة كانت بحر البقرة وبعدين عملنا حلوة زمان وعملنا وعملنا الرأسة كانت بتحجب المهندس سيد المرعي أول اللي ارحمه كانت الحق عليها وهي بتحكي عن امرأة عملت عملتها كوزة اكروا اعجبوش ومتعلك ايه عن ضربها طب الحق عليها ولا عليها كانت يعني كوميدية شوية وحاجة جميلة والحصان ويعني انا انا مش قادر اقول بالضبط بالعدد كان حوالي عشر فرقة المسيط فرقة محمد عبدالوهب حضرتك اللي عملتكم اياها انا بعد ما رجعت من السفر من السعودية كان فيه زملة بقى شغالين وكانت الفرقة محمد عبدالوهب في اسمه فرقة الشرية للموسيقى العربية وبعدين كان فيه واحد قائد الفرقة كان ابني يعني من تلمزيتي كان عازف معايا الاستاذ الله يرحمه ماهر صادق كان اعظم عازف ساكسفون في الشرعية وكان خيار جميل فكان ماسك الفرقة دي فالدكتورة رتيبة الحفني اطلقت على الفرقة في احد المهرجانات فرقة محمد عبدالوهب علشان محمد عبدالوهب اساس جزوه من الشرعية من الوثوله انا استلمت الفرقة من سنة كم؟ علشان ااثر مع حضرتك استلمتها من سنة كم حضرتك؟ اخر مرة اعدت مرة تلت سنين وبعدين ما اعرفش حصلت مشاكل وتبنع اخر مرة من شهر خمسة سنة 1997 يعني اربعة وعشرين سنة متواصلة خلال الفترة دي وانا مازك الفرقة الحمد لله رب العالمين ومش عايزين يسموني حتى لا كان بيغنيها زمير معانا اسمه جراح العزازي هحاول اقولك المذهب كده يعني اغنية حضرتك اللي عملها؟ محلفة ولا حلو حضرتك؟ ها اشكر وان ترارا واحتمي بحماك درارا فقل يا رب عونا ترارا فقل يا رب عونا ترارا وارفق بعبدي رقاك شكرا شكرا جدا شكرا جدا